جمهور أهل العلم قالوا إن حديث الإذن ناسخة أي مرافعة بقى لحكم حديث الناهي رافعة لحديث الناهي مغيرة للناهي وسمح النبي عليه الصلاة والسلام بكتابة الحديث بعد أن نهى عنه عليه الصلاة والسلام ستقول طيب ما هي دعوة ما الجماعة الذين أنكروا قالوا حديث الناهي ناسخ لأحديث الإذن وأنتم تقولون الآن لا ده حديث الإذن ناسخة لأحديث الناهي هم يدعون وأنتم تدعون ما الفارق لا مسألة النسخ دي لا تقال هكذا بالتشاهي ولا بالهوى وإلا فكل أحد يقول إن هذا من المنسوخ يعني لا يعمل به إنما له ضوابط وله قواعد ومحمد شهاب الزهري وغيره يقول أعيا الفقهاء معرفة ناسخ والمحدثين معرفة ناسخ الحديث من منسوخه وهو القسم الذي لم يصرح فيه بأن هذا من المنسوخ لأن ما صرح فيه من النبي عليه الصلاة والسلام كأن يقول كنت نهيتكم عن زيارة المقابر ألا فزروه إذا النبي عليه الصلاة والسلام غير حكمه كان نهى صلى الله عليه وسلم لعلة ما من تعظيم أصحاب المقابر وغير ذلك فلما استقر الأمر وتبينت المعالم فإن النبي صلى الله عليه وسلم نسخ الحكم أي بدل الحكم السابق وسمح بزيارة المقابر هذا القسم من اليسير أن تعرفه لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال أو يقول الصحابي كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست أن نعرفه لأن النبي عليه الصلاة والسلام